أشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بما وصل بما يواصل القطاع الخاص في المملكة تحقيقه من نماء وتطور واكد أن السمو الاستمرار في دعم وتطوير القطاع الخاص عبر المزايا والتشريعات المساندة يحقق موقع أقوى يبني على ما تحقق له من مقتصبات وأكد سمو أن ذلك يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على المضي قدما في بلورة المزيد من التطور لاقتصادها والبناء على ما حققته من نجاح في تنويع المسالات الاقتصادية مشيرا سمو إلى ضرورة المراجعة والإصلاح الهيكلي للاقتصاد كخيار لا بديل له للتعامل بشكل فاعل مع المتطلبات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الرهنة من انخفاض أسعار النفط العالمية جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم أعضاء لجنة الأمم المتحدة للاستثمار يرافقهم السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والسيد نيمير قردار رئيس مجلس إدارة إنفست كورب وخلال الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي أن مملكة البحرين تثمن عاليا علاقاتها الممتدة مع منظومة الأمم المتحدة وتشاركها الإيمان بقيم حفظ الأمن والاستقرار ورفع مستويات التنمية والاتجاه نحو تحقيق وضع مستدام على كفة الأصعدة وأشار سمو إلى أن المحافظة على الاقتصاد الوطني والاستمرار في تطوير معطياته إلى جانب الحفاظ على الأمن والاستقرار أمرا متكاملا لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر إذ يجب العمل على ضمان بيئة يشعر فيها الإنسان بقيمة من خلال الفرص النوعية التي يمكن من خلالها تحقيق تطلعاته وتطرق سموه لصفات التهديد الأيدولوجي الفاشي الذي يواجه المنطقة في الوضع الإقليمي الراهن والتي تنطبق على عدد من تيارات الفاشية عبر التاريخ مؤكدا سموه على أهمية التنسيق والتعاون بشكل واعي لحجم التحدي المماثل أمام حاضر المنطقة ومستقبلها والمعالجة الفاعلة للعوامل التي أدت إلى التوصل إلى صيغة حضارية تعتمد حكم القانون ضمانة للأمن والاستقرار وحفظ كرامة الإنسان ترجمة نانسي قنقر